اشتركوا في القناة على الاحتلال الصيوني ضد نزحين في مدرسة بمدينة غزة وحركة المقاومة الاسلامية حماس تعتبر مجزرة حي الزيتون جريمة حرب صيونية بغطاء امريكي 119 شهيدا فلسطينيا في 12 مجزرة صيونية بقطع غزة خلال ثلاثة ايام الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد خمسة من موظفيها في قصف للاحتلال والمقاومة الفلسطينية تستولي على آلية صيونية مفخخة ومسيرات وتسادف جنود الاحتلال داخل منزلين في رفح الاحتلال الصيوني يشن عشرات الغارات على بلدات وقرى جنوب الكنان وحزب الله يعلن اطلاق عشرات الصواريخ على مواقع الاحتلال ارتفاع ضحايا العدوان على بيروت إلى 37 شهيدا وعشرات المصابين الامم المتحدة تصف تفجيرات بيجر بجريمة حرب وتدعو الى المحاسبة والجزائر تدين العدوان وتدعو مجلس الامن الدولي الى تنفيذ قراراته دون تحيز وقفات احتجاجية حاشدة في المغرب تنديدا بتفشي الفساد ونهب المال العام مطالب بنقل الاحتجاجات لقصور الملك ورفض شعبي لمحاولة نظام المخزن منع منظمات المجتمع المدني من حقها في التبريغ عن جرائم المال العام مظاهرات حاشدة في فرنسا تنديدا بتوجهات سياسية للحكومة المقبلة ورئيس الوزراء الجديد ميشيل باغنيه يعلن تشكيلة حكومته اهلا بكم مشاهدنا الكرام للتفاصيل والبداية بملف الابادة في فلسطين واخر التطورات بعد الفاصل استشد اثنان وعشرون فلسطينيا على الاقل وصيب العشرات جرى ارتكاب قوات الاحتلال الصهوني مجزرة بحق نزحين في مدرسة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وذكر الدفاع المدني الفلسطيني في غزة ان ضمن ضحايا المجزرة ثلاثة عشر طفلا واجنين وست نساء اضافة الى ثلاثين جريحا تسعة منهم اطفال بطرت اطرافهم واخرون اصيبوا بحروق فضيعة جرى استهداف الاحتلال لمدرسة الزيتون بجوار مدرسة الفلاح بمنطقة عسقولة في حي الزيتون من الشهداء اثنى عشر طفلا وست سيدات قتلوا نتيجة هذه الغارة الاسرائيلية على هذه المدرسة التي تأوي الاف النازعين من المواطنين الذين دمرت قوات الاحتلال الاسرائيلي منازلهم في الاشتياح البري لحي الزيتون وايضا نتيجة الاستهدافات المستمرة بالمدفعية الاسرائيلية على حي الزيتون يبقى التساؤل الدائم متى ستتوقف الحرب واين الموقف الدولي والاممي من هذه المجازر التي تحدث دائما في قطاع غزة وتنتهك فيها حرمات الاطفال والنساء والمدنيين العزة قلت حركة المقاومة الاسلامية حماس أن مجزرة الاحتلال الصيوني في مدرسة الزيتون الابتدائية بغزة جريمة حرب بغطاء عسكري وسياسي أمريكي حركة حماس وفي تصريحا صحفيا السبت أكدت أن الجرائم الصيونية المتواصلة وغير المسبوقة في تاريخ الحديث انتهاك فاضح للقيم الإنسانية والقوانين الدولية وإسرار على استمرار الإبادة الوحشية في غزة ودعت الحركة المجتمع الدولية إلى مواجهة التغول الصيوني ووقف جرائمه ومحاسبة قادته الإرهابيين كما حثت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال على كافة الصعود وبشتى الوسائل تشهد 119 فلسطيني وجرح 109 أخرون على الأقل إترارتكاب قوة الاحتلال الصيوني 12 مجزارة جديدة في قطاع غزة خلال 72 ساعة وأعلنت وزارة السحة الفلسطينية في غزة السبت عن ارتفاع حصيلة حرب الإبادة المتواصلة في القطاع إلى 41 391 شهيدا و95 760 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي فيما لا يزال عشرة الألاف في عداد المفقودين والعالقين تحت الأنقاض وفي طرقات دون أن تتمكن طواقم الدفاع والإغاثة والإنقاذ من انتشالهم بسبب العدوان هذا وأعلنت وزارة سحة الفلسطينية في قطاع غزة السبت عن استشهاد خمسة من وظفيها وجرح آخرين جراء استهداف الاحتلال الصيوني مخازن الوزارة جنوبية القطاع وزارة سحة أكدت في بيان لها استشهاد العاملين الخمسة وجرح آخرين خلال غارة نفذها الطيران الصيوني استهدف مخازن الوزارة في منطقة مصبح وأكدت الوزارة أن طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول لانتشال الشهداء وإسعاف الجرحة منشدة أن المؤسسات الأممية والجهات المعنية بالتدخل من أجل حماية وإنقاذ الجرحة في المكان في وسط قطع غزة استشد أربعة فلسطينيين فجر اليوم السبت في قصف للاحتلال الصيوني ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طواقم الإسعاف انتشلت أربعة شهداء وعاددا من الجرحة عقب قصف صاروخي استهدف مجموعة من الفلسطينيين أمام منزل لعائلة النجار بمخيم رقم واحد في مخيم النصيرات وأضفتنا مدفعية الاحتلال قصفت منازل الفلسطينيين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطع ميدانيا بثت كتاب القسام الجنح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس ما شهد قالت إنها لاستلاء مجاهديها على ألية عسكرية صهيونية مفخخة وطائرات مصيرة في رفح جنوبية قطع غزة القسام أضحت في مقطع مصور بثته على حسابها عبر منصة أكس بأن العملية جرت في المنطقة الشرقية لمدينة رفح كما أكدت استهداف جرافة عسكرية من نوع دي تسعة بقضيفة اليسين مائة وخمسة شرقية حي التنور في المدينة يحاربون بسلاح فيه مليء من المتفجرات لنجد به جنود نقول لكم قاتلونا بجنودكم ستطرق أنت وجنودك في رمال رفح سيتم تفكيك هذه الألية المليئة من المتفجرات أصيب شاب فلسطيني برصاص قوة الاحتلال الصيني في قبة رحيل شمال بيت لحم جنوبية الضفة الغربية وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن فلسطينيا أصيب بجروح وصفت بالخطيرة بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليها نقل على إثرها إلى المستشفى بالمدينة لتلقي العلاج كما أصيبت سيدة وطفلان بحروق في منطقة الوشه وبالاختناق ضمن اعتداء شنه مستوطنون قرب قرية دير نظام شمال مدينة رمالله خرج فلسطينيون في مسيرة حاشدة بمدينة رمالله تنديدا بتواصل مجازر الاحتلال الصيني في غزة وظفة الغربية ولبنان المتظاهرون جابوا شوارع رمالله رافعين الرأيات الفلسطينية واللبنانية وشعارات تؤكد دعمهم للمقاومة في فلسطين ولجبهات إسنادها في الأراضي اللبنانية كما أدان استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الصيني التي وصفوها بالنازية هي رسالة وحدة العطاء ووحدة المقاومة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني وهي رسالة الوفاء ورد الجميل للشعب اللبناني وللمقاومة اللبنانية التي ساندت شعبنا وللشعب اللبناني الذي احتضن شعبنا واحتضن على المقاومة الفلسطينية نحن اليوم طالعين مناصرة وكي نقول للشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية نحن شعب واحد رسالة واحدة غدو واحد الذي يجب أن نقاومه وإلى النصر إن شاء الله وشكرا لحزب الله وشكرا لنصر الله وشكرا للمقاومة اللبنانية واليمنية وشكرا لكل المقاومين في العالم الوقتين مع الشعب الفلسطيني هذا وشهدت العديد من المدن والعواصم العالمية تظاهرات حاشدة السبت تنديدا بالعدوان الصهونية على قطع غزة وشارك الألاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة النمسوية فيينا والعاصمة ستوك هولم ومدينة ميلانو الإيطالية والعاصمة كوبنهاجن وهلسينكي في فلندا والعاصمة برلين دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطع غزة ورفع المشاركون في تظاهرات الأعلام الفلسطينية واللفتات المناددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصلمني بحق الشعب الفلسطيني دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف في وقاعة تنكيل جنود صهاينة بجثمين ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في بلدة قباطيا شمال الضفة الغربية المحتلة ومحاسبة المسؤولين عنها ووصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي ليلة الجمعة للسبتة مشهد إلقاء قوات الاحتلال للجثمين من فوق أحد الأسطح بالبشع وغير الإنساني والقد قوات الاحتلال الصيوني الخميس الماضي جثمين ثلاثة شهداء من سطح منزل بعد اختيالهم فيه بمحافظة جنينة قبل أن تحملهم جرافة بوسط رفعاتها الحديدية وتنكل بهم يشارك وزير الخارجية الجزائر يحمد عطاف عدد من الاجتماعات رفعة المستوى والتي ستنظم بالموازات مع شغال الجماعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين وذلك في طار عضوية الجزائر بمجلس الأمن الأممي هذا وتمت برمجة جلسة للنقاش بطلب من الوفد الجزائري حول القضية الفلسطينية وكذا الاجتماع الذي دعت إليه الرئاسة السلوفينية لمجلس الأمن حول تفعيل دور العمل الدولي متعدد الأطراف في ترقية السلم والأمن الدوليين أخبارنا متواصلة وعلى الجزائر جبهة اللبنانية شن الطيران الحربي الصيمني والسبت غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق عدة في جنوب البلاد وذكرت وكالة العلام اللبنانية أن الاحتلال نفذ أكثر من 15 غارة على جنوب البلاد خلال ربع ساعة فقط طالت البقاع الغربي والخردلية ومرتفعت الجبور كما استهدفت أيضا منطقة نهر الليطاني على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع فلسطين المحتلة إلى جانب بلدات كونين وأطراف الزراريا وأبو الأسود من جهة علنا حزب الله لبناني عن قصف عدة مواقع صهونية شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وكشف الحزب في بيانين منفصلين عن قصف ثكانتين في شمال فلسطين المحتلة بصواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداءة الصيونية التي طالت قرى وبلدات جنوب لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية السبت عن ارتفاع حصيلة العدوان الصيونية على العاصمة بيروت إلى 37 الشهيدا وعشرات الجرحة أورد بيان صادر عن الوزارة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 37 شخصا في تحديث جديد لحصيلة الغارة الصهونية على الضحية الجنوبية لبيروت مشيرة إلى أن أعمال رفع الأنقاذ مستمرة وبشكل متواصل لحد ساعة دعا وزير داخلية لبناني بسام مولوي كافة الأجهزة الأمنية في البلاد إلى الإبقاء على الجهوزية التامة واليقظة لمواجهة التحديات وملاحظة أي تحركات مشبوهة وصفنا الوضع الأمني الحالي في لبنان بالخطير مولوي أكد في مؤتمر صحفي عقده السبت أن مجلس المن الداخلي اللبناني سيبقى اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التحقيقات بشأن آخر التطورات الجارية في البلاد عقب الهجوم السيبراني الصهوني الذي شهدته الوضع الأمني اليوم خطير ودقيق وضروري المتابعة الحسيسة من قبل كافة الأجهزة الأمنية للعمليات اللي عم تصير على مساحة لبنان للعمليات اللي عم تصير بمحيط بيروت واللي عم تتزامن مع عمليات كبيرة بالجنوب اللبناني القوى الأمنية والعسكرية المطلوب منها واللي هي رح تعمله أن هي التابع بشكل حثيث أي تحرك مشبوه أي تحرك ممكن أنه يصير الريبي بالأيام الأخيرة وبالأسباع الأخيرة وبالشهور الأخيرة عدد كبير من الشهداء المدنيين اللبنانيين الأبرياء من أطفال ونساء وغيرهم سأطوا نتيجة عمليات أمنية واستهدافات من إبل العدو الإسرائيلي على نارس حكومة تصرف العمال في لبنان نجيب ميقاتي السبت لغاء صفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة غداة العدوان السيولي الذي استهدف الضحية الجنوبية لبيروت وطلب ميقاتي في بيان المجتمع الدولي والضمير الإنساني باتخاذ موقف واضح مما سماه المجازر الفضيعة المرتكبة من قبل الاحتلال الصهوني في بلاده وفلسطين من جانبي حذر مجلس الأمن الدولي من التصعيد في لبنان بعد تفجير أجهزة الاتصال والغارة الصهونية على الضحية الجنوبية لبيروت جاء ذلك في كلمات ألقاها مندبوء الدول الأعضاء خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك بطلب من الجزائر لبحث التطورات الأخيرة في لبنان رئيسة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة روزماري ديكارو قالت في إحاطتها أن الخطر الذي يهدد الأمن والاستقرار ليس فقط في لبنان بل وأيضا في المنطقة فيما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى التحقيق في انفجارات البيجر ومحاسبة الضالعين فيها أن خطر المزيد من التصعيد في المنطقة يمثل تهديدا كبيرا لاستقرار لبنان والمطقة برمتها بعد أحداث السابع عشر من سبتمبر انفجر عدد من أجهزة البيجر وأجهزة اتصالات أخرى في لبنان وفي سوريا يمتلكها حزب الله في اليوم التالي انفجرت أجهزة اتصالات في المناطق ذاتها بلبنان ولكن أكثر فتكا من الأولى انفجرت في المنازل والطرقات والمتاجر وكذا السيارات خلفت مقتل سبعة وثلاثين شخصا من بينهم طفلان وإصابة أكثر من ثلاثة ألاف وأربعمائة شخص حسب وزارة الصحة اللبنانية الشعب اللبناني يشعر اليوم بالهلع والصدمة جراء هذا الاعتداء الذي ينسب إلى إسرائيل مفاوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اعتبر ارتكابا ما وصفه بالعنف بهدف بث ونشراب في صفوف المدنيين جريمة حرب مطالبا بإجراء تحقيق مستقل وشفاف ومعمق في ظروف وملابسات هذه الانفجارات وفق تعبيره يرويعني حجم وقع انفجارات السابع عشر وثامن عشر سبتمبر في لبنان على المدنيين حيث انفجرت أجهزة البيجر وأجهزة اتصالات لاسلكي وقتلت أكثر من سبعة وثلاثين شخصا وأصابت أزيد من ثلاثة ألاف وأربعمائة شخص في لبنان وحده إن ارتكاب هذا العنف بهدف بث ونشر الرعب في صفوف المدنيين يعد جريمة حرب أطالب مجددا بإجراء تحقيق مستقل وشفاف ومعمق في ظروف وملابسات هذه الانفجارات ولابد من محاسبة من أمروا بهذه الهجمات ونفذوها من جانبها أدانة الجزائر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان من خلال تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية عن باطل داخل الأراضي اللبنانية منذوب الجزائر دائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع في جلسة بمجلس الأمن دعت إليها الجزائر لبحث التطورات الخطيرة في لبنان خاصة الهجمات السيبرانية واسعة النطاق أكد أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا فاضحا لسيادة لبنان ولمثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي معربا عن تضامن الجزائر الكامل مع لبنان في مواجهة هذه الاعتداءات التي ترقى إلى جرائم حرب نحن ندين هنا بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإسرائيلية هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا فاضحا لسيادة لبنان ولميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي وللقرارين 1701 و2749 تعلم الجزائر عن كامل تضامنها مع لبنان في هذه الاوقات الصعبة وتتقدم بأحر عبارات التعزية إلى حكومة لبنان وشعبه الصامد ونهنئ كذلك السلطات اللبنانية على استجابتها وتعاملها المسؤول مع هذه الأزمة الخطيرة تجنبا لمزيد من التصعيد أعمال العدوان هذه ترقى إلى جرائم حرب إن الطبيعة المتعمدة والعشوائية لهذه الضربات الإسرائيلية قد تسببت بالذعر في صفوف المدنيين مع استهداف مناطق بأهولة بكثافة الدبلوماسي الجزائري يحذر من أن هذه الاعتداءات غير المسبوقة تمثل خطرا كبيرا دعيا المجلس المن الدولي لتحمل المسؤولية عن إعلاء المبادئ المكرسة في مثاق الأمم المتحدة هذه السابقة الخطيرة تحول أجهزة مدنية إلى قذائف تهدد أمن وسلامة الجميع وتمثل خطرا كبيرا هذه السابقة تفتح صندوقا خطيرا فما الذي سيحصل لو أن هذه التكتيكات غير المألوفة قد تكررت على أيدي مجموعات إرهابية مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرسمية لإعلاء المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة يتعين على مجلس الأمن أن ينفذ قراراته لا بد أن ينفذ القرار 1701 تنفيذا كاملا من دون تحيز كما يتعين أن تتوقف اعتداءات المحتل الإسرائيلي الذي عليه أن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة وحده إنهاء الاحتلال سيمهد الطريق لسلم دائم والاستقرار في المنطقة حل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مساء اليوم بن نيويورك لتمثيل الجزائري في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بيان لوزارة الخارجية أكد أن الوزير عطاف سيشارك ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون في قمة المستقبل المقرر انعقادها يومي الثاني والعشرين وثارث والعشرين سبتمبر كما سيشارك في النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة المبرمج من الرابع والعشرين إلى الثلاثين سبتمبر تحت شعار العمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة وعلى هامش الشق رفيع المستوى من أشغال الجمعية العامة يضيف البيان ذاته أن وزير الخارجية الجزائري سيشارك في الاجتماعات المبرمجة في إطار المجموعات الجيوسياسية التي تنتمي إليها البلاد على غرار جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وكذا مجموعة السبعة والسبعين والصين فضلا عن العديد من اللقاءة الثنائية مع نذرائه من الدول الأخرى دعا ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجناف رشيد بلادهان اليوم أمس الجمعة المجتمع الدولي لتكثيف جهوده للقضاء على الألغام المضادة للأفراد وضمان الدعم والإدماج الكامل للناجين والضحايا وفي تصريح لهوثناء الدورة السبعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان الأممي حث بلادهان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تعزيز التزامها تجاه المعاهدات الدولية ذات الصلة وعلى التضامن من أجل بناء عالم خالد من الألغام كما دعا المجتمع الدولي إلى تسريع جهود نزع الألغام وضمان تقديم مساعدة شاملة للضحايا والتعاون في مجال نزع الألغام ومساعدة الضحايا نحط دول الأعضاء في الأمم المتحدة على تعزيز التزامها تجاه المعاهدات الدولية ذات الصلة وعلى التضامن من أجل بناء عالم خالد من الألغام بما في ذلك من خلال حملة توعية وإعلام حول الألغام لا سيما التصديق وتنفيذ اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد كما ندعو المجتمع الدولي إلى تسريع جهود نزع الألغام وضمان تقديم مساعدة شاملة للضحايا والتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني وشركاء آخرين من أجل مشاركة المعارف والموارد وأفضل الممارسات في مجال نزع الألغام ومساعدة الضحايا بحث وزيري الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره المصري بدر عبد العاطي سبول حشد جهود البلدان العربية لتعبئة المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية على المستوى الأممي جاء ذلك في إطار مشاركة وزير الخارجية الجزائري في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته التاسعة والسبعين بيان عن الخارجية الجزائرية أوضح أن لقاء سمح للوزيرين بالتنسيق والتشاور حول أهم القضايا والمسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة نهيك عن مناقشة عدد من الاستحقاقات المرتقبة على السعيدين الثنائي والقرد كما استعرض وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نائب رئيس الوزراء الأردني تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة بيان عن الخارجية الجزائري ذكر أن الطرفين تشوار حول السبل تمكين القضية الفلسطينية من تحقيق المزيد من التأييد على الصعيد الدولي خلال دورة الحالية للجمعية العامة في ظل تواصل حرب الإبادة على قطع غزة وإصرار الاحتلال الإسرائيلي على نهجه التصعيدي على أكثر من جهة أو أكثر من وجهة كما نقش أفاق تعزيز العلاقات الجزائرية الأردنية في سياق التحضير للاستحقاقات ثنائية المقبلة وزير الخارجية الجزائري تبحث أيضا مع وزيرة الخارجية لجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريز كايكوامبا فاغنر بيان عن الخارجية الجزائرية أوضح أن لقاء خصصة لبحث تطورات الأزمة بالمنطقة الشرقية لهذا البلد ومساعي تسوياتها بالطرق السلمية وذلك من منظور معالجة مجلس الأمن الأممي لهذه الأزمة كما تدرس الطرفا أفق توطيد التعاون الثنائي وتبدل وجهات النظر حول عدد من الملفات المطروحة على مستوى الاتحاد الأفريقي كما أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف محادثات مع وزير الخارجية لجنوب السودان رمضان محمد عبدالله جوكا الخارجية الجزائرية أوضحت في بيان لها أن اللقاء خصص لاستعرض مستجدات الوضع الداخلي بهذا البلد وبحث سبول إسهام الجزائر في مرافقته ودعمه في مسار استتباب الأمن وتعزيز الاستقرار سواء عبر توطيد التعاون الثنائي في مجال بناء القدرات وتكوين الموارد البشرية أو من خلال الأطر متعددة الأطراف من موقع الجزائر كعضو بمجلس الأمن الأممي وكذا من خلال عضوياتها في لجنة الاتحاد الأفريقية رفيعة المستوى المكلفة بجنوب السودان حتى قائد أركان الجيش الجزائري الفريق والسعيد شنغريح على ضرورة الحفاظ على الجهزية العملياتية للوحدات وتعزيز موجبات الأمن والاستقرار في كامل تراب البلاد والتكيف مع المستجدات الجيوسياسية المحيطة الفريق أول السعيد شنغريح وفي كلمة توجهية لإنجاح سنة التحضير القتالي 2024-2025 ألقاها خلال زيارة إلى ناحية العسكرية الأولى في البوليدة أكد أن التحولات المتسارعة في المنطقة وما يجري بمحادات حدود الجزائر يوجب زيادة الحيطة ومضاعفة الحذر حيث ألقى تشكل التحولات المتسارعة في المنطقة وما يجري بمحاذات كافة حدودنا الوطنية باعثاً أساسياً لزيادة الحيطة ومضاعفة الحذر وتكثيف موجبات اليقظة فضلاً عن السعي باستمرار لإجراء التحسينات والتكيفات الصحيحة لما تم إنجازه حتى الآن لتتوافق مع ما نصب إلى تحقيقه هذه السنة سواء فيما يخص التحضير القتال للأفراد والوحدات والرفع من جهزية قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي أو فيما يتعلق بحماية الحدود ومحاربة شبكات تهريب المخدرات والمهلوسات والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها الفريق أولا السعيد شنغريحة أكد مجدداً في كلمته عزم الجيش الجزائري على مواصلة العمل بإخلاص لتعزيز أمر واستقرار البلاد تحت قيادة رئيس عبد المجيد تبون مهنئاً إياه بمناسبة فوزه بولاية ثانية وبمناسبة فوز السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في الانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر الجاري يطيب لي أن أتقدم له باسمكم جميعاً بأحر التهاني والتبركات وأؤكد له أننا عزمون في الجيش الوطني الشعدي على مواصلة العمل بإخلاص تحت قياداته من أجل تعزيز أمن واستقرار بلادنا والرفع المستمر لجهزية جيشنا العتيد وترسيخ احترافيته حتى يكون قادراً على التصدي لكافة التهديدات وردع جميع المشاريع التخريبية المعادية كشف الرئيس المدير العام لمشموعة السنطراك الجزائرية رشيد حشيشي عن بلوغ الشركة مرحلة متقدمة من المفاوضات مع إكسون وشفرون للإمضاء على عقود تطوير حقول محروقات في الجزائر وتوقع حشيشي في تصريحات الوكالة بلومبرغ على همش مؤتمر غاز تيك 2024 في مدينة تيكساس الأمريكية جاهزية العقود للتوقيع خلال بضعة أشهر لتطوير الحقول المتفق عليها العام المقبل الخطة هي الاستكشاف الدائم حيث ميدان المنجمي للمحروقات في الجزائر لا زال يستحوذ على خيرات كبيرة جدا إذا في هذا الصدد لتطوير جميع أنواع المحروقات الموجودة في الجزائر نحن نعمل على تطوير الشركات حيث أبرمنا اتفاقيات مع العديد من الشركات العالمية منها إكسون موبيل ومنها شفرون ومنها سينو باكشي الصينية ومنها إياناي الإيطالية وطوطال ومنها ميداد من عربية السعودية وتتيس من السويد عشيشي أفضح على الجزائر تستهدف بلغة إنتاج 160 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الأولي بحلول عام 2060 مشيرا إلى أن سوندراك تعمل مع وكالة تثمين المحروقات في الجزائر لطرح مناقصات قبل نهاية السنة حاليا في مجال إنتاج الغاز ننتج حوالي 130 مليار متر مكعب سنويا والهدف أن نصل إلى 160 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الأولي وذلك بإنتاج مستقر إلى آفاق 2060-2065 إذن هناك جهود كبيرة من أجل مواصل الإنتاج ورفع الإنتاج إلى مستوى 160 مليار متر مكعب سنويا ارتفع إنتاج الغاز في الجزائر خلال جويليا على أساس شهري محققا 8 مليارات وتسعمائة ألف متر مكعب وجاء ارتفاعنات إنتاج الجزائر من الغاز في جويليا للمرة الأولى بعد انخفاض لثلاثة أشهر متتالية وترجع استهلاك البلاد من الغاز الطباعي في توليد الكهرباء والتدفئة خلال المدة المرصودة بمقدار 904 مليون متر مكعب ليصل إلى 11 مليار و500 ألف متر مكعب شهدت الجزائر السبتة توقيع على تفاقية تعاون خاصة بتفعيل تبادل المعطيات بين نظام المجتمع المينائي الجزائري التابع لمجمع الخدمات المينائية والنظام المعلوماتي الجديد للجمارك الجزائرية وبميناء الجزائري أشرف وزارة النقل والمالية والفلاحة وكذل الأمين العام لوزارة التجارة والمدير العام للجمارك والرئيس المدير العام لمجمعي السابو بحضور إطارات من الوزارة والجمارك الجزائرية على مراصم التوقيع للتفاقية التي تهدف إلى تمكين الهيئة التجارية والفلاحية والجمهورية من المراقبة والتقييم الدقيقين في عملية الاستراد والتصدير وتسريع عمليات الرقمنة في جميع القطاعات أؤكد على حرصي شخصيا على الدعم للقطاع من أجل استكمال كافة الإشغال المتعلقة بتنسيد الدعائم الأساسية لهذا المشروع وكذا تنسيد التحول الرقمي الشامل في كافة مكونات القطاع المالي بما في ذلك الترقية والتعميم وسائل الدفع الإلكتروني فإن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع رؤية متكاملة وشاملة تتعلق ببناء نظام مينائي حديث وفعال ومستدام وسيتم بناء تحتية مينائية ذات جودة وتحديثها وتوسيعها لتستجيب للمعايير الدولية أن المديرية العامة للجمالك كان لها نصيب الاستفادة من مشروع الرقمن المدرج ضمن مخطط عمل الحكومة سالف الذكر من خلال إعداد نظام معلوماتي تم من خلاله رقمنة مختلف إجراءات استيراد وتصدير البضائع الأمر الذي يشكل عاملاً أساسياً في سلاسة وانسيابية العمليات التجارية وكذا تحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية الوطنية من خلال خفض التكاليف وتقليص أجال الجمركة في شأن آخر كدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية إن دوريات الصحروية التابعة لجهاز حرس الحدود ستواصل جهودها لتعزيز السيطرة الأمنية على الحدود مع الجزائر وقالت الوزارة في بيان إن دوريات الصحروية التابعة للجهاز مستمرة في جوالاتها التفقدية على الحدود الجنوبية الغربية مع الجزائر حيث شملت الجولة مناطق رملة نزوة مروراً بنقطة وان بالون حق للوفاء وقرعات الذيبة وصولاً إلى القاطع الأمني الحدودي بغدام الساعة وخلال الجولة قام رئيس الجهاز اللواء محمد المرحاني بالإطلاع على سير العمل الأمني وحتى العناصر على بدل المزيد من الشهد والعطاء أدى وخارج المغربيون السبت بقوة إلى الشوارع المطالبين بإسقاط التطبيع مع الكيان الصيوني مع إحصاء أكثر من مائة مظاهرة للمطالبة بقطع جميع العلاقات مع الكيان المجرم وطرد صهينة من البلاد وجدد المحتجون دعمهم لنظار وصمود الشعب الفلسطيني وتنديدهم بالغطرصة الصيونية التي لا تزال تمارس أبشع صور القتل والتدمير في غزة والظفة الغربية وفي كامل فلسطين وبالتزامن مع هذه المظاهرة الشعبية في مختلف مدر البلاد دعت لجنة منهضة التطبيع التربوي التابعة للجبهة المغربية لدعم فلسطين في بيان لها دعت فصائل الحركة الطلابية في جامعات المملكة إلى تخصيص أسبوع للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومنهضة التطبيع مع الكيان الصيوني من الفاتح إلى السابع أكتوبر المقبل دار رئيس الفينزولي نيكولاس مادورو السبت مواطنه إلى عدم قبول أي هدايا تتضمن أجهزة إلكترونية بعد انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان الأسبوع الماضي في كلمة ألقاها ضمن فعالية مخصصة للترويج للثقافة والحرف اليدوية الفينزولية حثام دورو مواطني بلاده على ضرورة مراقبة هواتفهم وأضف أنه في ظل الحوادث الأليمة بسبب الإلكترونيات يجب توخي الحيطة والحذر وعدم قبول الهواتف أو الإلكترونيات كهدايا تفاديا لحدوث مأساة كتلك التي وقعت في لبنان من المعتد تقدم الهدايا للصفرات والرؤساء لكن لا تقبل الهدايا الإلكترونية وكونوا حذرين مع الهواتف المحمولة في ظل ما نشاهده عبر وسائل الإعلام من حوادث أليمة بسبب الإلكترونيات أدعوكم للحيطة والحذر وعدم قبول الهواتف أو الإلكترونيات كهدايا حتى نتجنب المأساة التي وقعت في لبنان شهدت فرنسا سبت مظاهرة حاشدة دعا إليها اليسار للتنديد بالتوجهات السياسية للحكومة المقبلة شارك فيها أكثر من 300 ألف شخص وفق تقديرات المنظمين بتزامني مع إعلان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل برنيي عن تشكيل حكومته اليمية موسم غضب ينتظر الحكومة الفرنسية الجديدة هكذا بدأ المشهد في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية تزامنا مع إعلان باغني تشكيله الحكومية الألف من أنصار اليسار يشاركون في المظاهرات التي تشهدها فرنسا ضد التكليف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنيي نحن هنا اليوم للاحتجاج على رفض ماكرون الديمقراطية لأنه لم يحترم اختيار شعب الفرنسي عدم عين ميشيل بارنيي رئيسا للوزراء على الرغم من أن حزب بارنيي اليميني الجمهوريين لم يفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية أحزاب سياسية وجمعية ومنظمات طلابية احتشدت في ساحة باستيل رافضة خيار ماكرون الذي تجاهل وفقهم ما أفرزته تشريعية شهر جوليا المنصارم بتعيين اليميني والمفاوض السابق في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنيي على رأس حكومة ستجد نفسها أمام برلمان يتسيده اليساريون ما قد يؤجل الحسم في التقم الحكومي ويمدد الانسداد نحن نشعر بخيبة أمل شديدة إذا ما يحدث سياسيا ونرى أنه غير عادل ولا نتفق لقد عبر الناس عن أصواتهم بتصويت والحكومة الجديدة لا تمثل ذلك بينما تشهد مدن فرنسية في مقدمتها العاصمة باريس احتجاجات حاشدة منددة بتوجهات سياسية لنزيل الإليزي يتعين على بغني وتقمه الجديد العمل على تجنيب فرنسا غضبا شعبيا متصاعدا وتقديم أفاق سياسية تمنحه ثقة الجمعية الوطنية الفرنسية وبعد انتظار استمر أسابيع أعلنت سبت تشكيلة أو أعلنت سبت تشكيلة الحكومة الفرنسية برئاسة ميشيل بارني على أن تعقد أولى اجتماعتها عصر الاثنين في الإليزي الحكومة التي تضم تسعة وثلاثين وزيرا أسندت فيها حقبة خارجية إلى الوسطي جون نويل بارو في حين أكلت حقبة الداخلية إلى المحافظ الراديكالي برونو روتايو بما تولى سباستيان لو كورنو حاليفو ماكرون حقبة الجنوش مجددا بناء على اقتراح رئيس الوزراء المكلف بالتخطيط البيئي والطاقة تعين رئيس الجمهورية السيدة ديديي ميغو حافظ الاغتامي وزيرا للعدل والسيدة برونو روتيلو وزيرا للداخلية وسيد جون نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية ورشيد داتي وزيرة للثقافة والتراث وسيدة أنيس بانييرو ناشير وزيرة للتحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر وسيدة لورانس مارتا وزيرا لدى رئيس الوزراء المسؤول عن الميزانية والحسابات العمومية هذا انتقد زعيم اليسار واليمين المتطرفين في فرنسا الحكومة اليمينية لرئيس الوزراء ميشيل بارديي ودعا زعيم حزب فرنسا الأبي اليساري جون لوك مينانشون إلى التخلص في أسرع وقت ممكن من هذه الحكومة بينما اعتبر زعيم التجمع الوطني اليميني جوردان بارديلا بأن الحكومة تؤشر على عودة ماكرونية ولا مستقبل لها وفق تعبيره بملف آخر أعلنت السلطات الروسية السبت حالة الطوارئ في مدينة تيخورتسك في جنوب البلاد إثر هجوم بطائرة مسيرة نفذته أوكرانيا واستهدف مخزن للأسلحة وكذا حكم منطقة كراسنودارا الروسية فينيامين كوندراتييف عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه تم فرض حالة الطوارئ المحلية بعدما أمارت السلطات بعملية إجلاء السكان وقع رئيس اللوكراني فولودومير زيلينسكي مشروع قانون مراره البرلمان يقضي بزيادة مخصصات الجيش ودعمه في خوض القتال ضد روسيا وذكرت وسائل أعلام المحلية بأن القانون الجديد يزيد الإنفاق العسكري بواقع 12 مليار دولار على أن يتم تمويل زيادة بقروض وضرائب وزيادة في الرسوم على التبغي والوقود وفي أخبار رياضة أجل اتحاد الجزائر آخر حصة تدريبية مغلقة قبل قليل في ملحق مركب ميلود هدفي بوهران تحصبا لمواجهة نادي الملعب التونسي مساء لحد في إياب الدور التمهيدية الثاني لكأس الكافة ويعول تحاد الجزائر بقيادة مدربه التونسي نبيل معلول على التدارك في هذه المواجهة لبعث حضوظه من جديد وبلوغ دور المجموعات متسلحا بعمله الأرض والجمهورة هذا وتوفد أنصار نادي الملعب التونسي على وهران غربي الجزائر لمناصرة فريقهم حيث أبدو ارتياحهم لظروف الاستقبال على أمل العودة بنتيجة نجابية تؤهلهم لدور المجموعات من مسابقة كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم نحب نحكي على الكوية والترحاب الكبير لقناة من الشعب الجزائري نحن شقينا البلاد من الجي حتى الوهران عملنا 1400 كم ملقينا كان الترحاب ملقينا كان الضحكة نسكوا التعاون فينا فرحوا بينا وزيدنا اللون لحم الوخضر يعاون برشا محبوبة بارامون فيتزير البرشا أسباب سيتماتش دربية والدربية ما عندوش أحكام مسبقة الحاجة اللي باية احنا هي كمبيتسيون ندخلو لها نبدأ وجدد فيها بقدرة ربي نعملوا فيها باركور باية ونهزوها بقدرة ربي واليوم إن شاء الله بوعة ولا الماتش نهرت لحد إن شاء الله نهرت لحد فما بتيت سير بريز وبيش رابحوا بالترشح اللي يهمنا 90 دقيقة في الملعب 90 دقيقة مهما كانت في ملعبهم هما ولا في ملعب آخر بعيد عليهم نحن التركيز متعنا على الترشح وعلى اللعبة متعنا وفي رابطة أبطال إفريقيا يحتضن ملعب علي عمار بالجزائر العاصمة في الأثناء مباراة إيابي الدور التمهدية الثاني بين مولودية الجزائر ونظر الاتحاد المونستيرية وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بين الطرفين ويسعى رفق أيوب عبداللاوي في هدف هذه المباراة لتحقيق الفوز لضمان التأهل لدور المجموعات ومواصلة المغامرة في دورية أبطال إفريقيا وبالعودة إلى الكافت أهل شباب قسنطينا الجزائري قبل قليل إلى دور المجموعات بعد فوزه على نظره نسوة ريمان الغاني في إيابي الدور التمهدية الثاني لمسابقة كأس الكاف في اللقاء الذي احتضانه ملعب حملاوي في قسنطينا لعب زكريا بن شعى سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول ليقود السياسي إلى دور المجموعات ويكرر السنافر فوزهم على نسوة ريمان بعد هزمته في لقاء الذهاب بهدفين دون رد ليستكمل تأشيرة العبور إلى دور المجموعات ممثل الجزائر في كأس الكونفدرالية الأفريقية شباب قسنطينا بقيادة المدرب خير الدين مضوي دخل المغامرة الأفريقية بقوة ويسعى إلى الذهاب لأدوار متقدمة ختم النشرة شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة